موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم عزيزي المشاهدين في لقاء جديد مع برنامجكم مجالسنا المحلية والذي يستعرض في واقع المجالس محلية ودورة في خدمة وقيادة المجتمع من هنا من محافظة إدلب المحررة ومن قرية امتاز أهلها بالبساطة والتكاتف والتعاضب مغر وكهوف وتضاريس طبيعية ترسم لوحة بديعة للقرية إهمال النظام المجرب وديق العيش وواقع صعب فرض على أعداد كبيرة الذهاب والانخراط في وظائف مختلفة خارج قريتهم في الظلال ثورتنا المباركة ومع اقتصاب مؤسسات الدولة من قبل النظام المجرم برت عائلات قرية عقربات لتأمين أهم الخدمات وإدارة شؤون القرية عبر مجلس يمثل معظم عائلات في قرية عقربات أعزائي المشاهدين قبل البداية نزب إياكم مع التقرير الذي أعده فريق البرنامج قل ربي زدني علما آية تنطبق على حال كثير من الشباب حب العلم والإطلاع ينمو ويترعرع في نفوس الأطفال عبر مدرسة يشرف عليها المجلس المحلي لقرية عقربات نحن المجلس المحلي في قرية عقربات مكتب التربية نقوم بالإشراف على عملية التعليم في القرية والممثلة في المدرسة حلقة أولة وحلقة ثانية وذلك بالتعاون مع إدارة المدرسة ونقدم بعض المتطلبات اللازمة للقرية على قدر المستطاع وذلك لتعليم أطفالنا والنهوض بالعملية التعليمية في القرية بالنسبة للوضع المالي بمجلس عقربات المحلي شكلنا لجنة المشتريات من عضوان ورئيس لجنة وبعدها بيصدق لي رئيس المجلس عندما نقوم بشراء أي مادة نجيب فاتورة من وقع من أعضاء لجنة المشتريات مع رئيس اللجنة مع رئيس المجلس ومن الطلع حتى من نهاية الشهر نعمل فيها تقرير شهري ومنشرها على صفحة المجلس بكل شفافية أعزائي المشاهدين نرحب بكم من جديد كما نرحب بضيوف هذه الحلقة السيد عبدالله الشيخ رئيس المجلس محلي لقرية عقربات أهلا ونسأل بك أستاذ عبدالله أهلا ونسأل والسيد أحمد العبدالقادر رئيس المكتب الخدابي في المجلس محلي قرية عقربات أهلا ونسأل بك أستاذ عبدالله سيد عبدالله حضرتك رئيس المجلس المحلي لقرية عقربات مجالس محلية مع انطلاق ثورتنا أصبحت هي من تدير الشؤون للقرى والبلدات والمدن في قرية عقربات متى انطلق المجلس المحلي وكيف يتشكل ألي تشكله في أي دورة نحن الآن بسم الله الرحمن الرحيم نحن مجلس قرية عقربات ممثلين عن أهل قريتنا ورحب بقناة حلب اليوم ونشكرون على هذه اللفتة الكريمة منهم وعلى الاهتمام في موضوع المجلس المحلي ونرحب فيهم المجلس المحلي في قرية عقربات تشكل في البداية كانت نواة لمجموعة خدمية في 2011 تقريبا لما بعد طلق الثورة المباركة تركنا عمالنا ووظائفنا ويجينا على القرية فتشكت مجموعة خدمية مؤلفة من خمس أشخاص تقريبا معدودة على الأصابع كانت تقوم بتأمين خدمات الناس بشكل بسيط يعني تأمين الموزوت لمحطات الضخ تصليح شبكات الكهرباء كذا في 2012 بواحد عشر 2012 شعرنا بضرورة تشكيل مجلس محلي نظامي يقوم بالتواصل مع المنظمات والهيئات وأن يكون هذا العمل مؤطر يعني ضمن إطاءة أطر تنظيمية هيكل تنظيمي يكون العمل يعني نظامي فانبرى مجموعة من الشباب واقترحوا أنه يعني نأخذ رأي أهل القرية في هذا الموضوع اجتمع أهل القرية كعائلات وكل عائلة ندبت مندوب من قبلها ليمثل في هذا المجلس وفعلا يعني اختير أشخاص نعتبر إن شاء الله نحن أكفاء لهذا العمل ومتفانون وكان في شرط ما في أي يعني ما في لقاء لا رواتب ولا أي لقاء عمل طوعي عمل طوعي كله الشباب نبروا لهذا الأمر وفعلا يعني إذن كل عائلة اطلقنا إذن كل عائلة لها ممثل في المجلس كم عضو حاليا نحن عشر عضو نحن حاليا في أي دورة نحن الآن التالتي هل التجديد يتم بالتواصل مع العائلات للاستبدال الممثلة أو الحفاظ عليهم هل هذه هي آلية تجديد المجلس في الدورات غالبا في بعض الأشخاص مثلا انتقلوا لعمل مثلا في مكان خارج القرية أو كذا فاعتذر مثلا نتيجة هالغلاء فنزل من العائلة نفسها بيختاروا من دوب آخر لي يمثلهم في العائلة وغالبيت الأعضاء نفسه اللي يبدوا مستمرين غالبا هلأ أنا من أول تشكيل أول مجموعة نعم كنت موجود وما زلت يعني في المجلس انتقلت محاسب كنت في البداية وبعدين لقيت رئيس المجلس لئاس المجلس كيف يتم توفق عليها؟ قبل الأعضاء بيجتمعوا الأعضاء وبيختاروا واحد منهم إذن الأعضاء هم من يختاروا أهم المكاتب التي موجودة حاليا في المجلس محاسب كريت أقرار عنا مجموعة مكاتب مكتب خدمي مكتب إغاثة مكتب أوقاف مكتب إعلام نعم مكتب مكاتب هل هناك مكتب تربية؟ مكتب تربية نعم هذه هي مكاتب موجودة حاليا ننتقل للسيد أحمد سيدي حضرت شغل حاليا رئيس المكتب الخدمي في مجلس محاسب كريت أقربات أهم الخدمات التي يشرف عليها المجلس بسم الله الرحمن الرحيم الرحمة لشهداء الثورة السورية والشفاء العاجل للجرحاء والحرية المعتقلين أهلا وسهلا فيكم مؤسسة أو قناة حالب اليوم في قريتنا المتوضعة على الجهد اللي بزلت له حتى تعنونا نوع من الرعاية ولو كان بجزء بسيط نرجع مراحة فيكم واجبنا وهذا حقكم علينا نحن طبعا في قرية صغيرة في الشمال السوري لا نملك أي دعم في المجلس فاخترنا نحن تشكيل المجلس حتى يعني يحمل جزء من معاناة هالأهل القرية من تلبيت بعض الحاجات الخدمية الأساسية في القرية فكاننا يعني أولوية بتأمين مياه الشرب لأهل القرية بالإضافة لبعض مشاريع الصرف الصحي والمياه وإصلاح شوارع وما إلى ذلك من المشاريع اللي بتخدم أهل القرية فقمنا يعني ب يعني حاليا الخدمات الأساسية اللي تشرف عليها المجلس والمياه والصرف الصحي والطرقات نعم بالإضافة طبعا شبكة المي كما بحاجة لإصلاحها بيقوم فيها المجلس من خلال مجموعة عمال تم اختياره من قبل منظمة داعمة بأجور يومية طيب نعود للسيد عبدالله سيدي المجلس كما تفضلت حضرتك انطلاقته كانت في 2011 ونحن الآن في بداية عام 2016 هل كان هناك تطور لعمل المجلس هل هناك أنظمة وضيعات نظام داخلي ما هي المراحل التي مر فيها المجلس حتى وصلنا إلى يومنا هذا لا شك يعني تطور عمل المجلس بشكل كبير في البداية كما قلنا كنا مجموعة صغيرة ما في تعرف مع منظمات ولا هيئات ولا في أي تنسيق ولم يكن هناك دورات كنا خاضعين إلى فلما قولبنا ضمن هذا المجلس صار في مجال النشاط ضمن المؤسسات وتعرف على المنظمات وصار في مجموعة دورات وقيمة أعضاء المجلس خضعوا لعدة دورات ما هي المجالات التي مدرسا فيها؟ آخر دورة كانت في مجال تنمية القدرات وبرنامج كان خاص بحياة المشروع يعرفون كيف نتقدم بمشاريع إلى المنظمات حتى يكون هذا المشروع مقبول لأن المنظمات غالبا إذا المشروع ما كتب بشكل صحيح يناسب لا تقبلوا المنظمة فتعلمنا كيف نكتب المشاريع وكيف نتعامل وكيف نعمل ضمن فريق نظامي أيضا بالنسبة لتعلمنا أيضا هيكلة المجلس التنظيم كيف تكون الهيكلية النظامية نعم في الجانب التنظيمي نفسه هناك نظام داخلي موجود ينظم عمل المجلس ما هي أهم الجوانب التي يغطيها هذا النظام الداخلي؟ النظام الداخلي يعرف كل مكتب من المكاتب كيف يكون عمله نعم مكتب التربية كيف يكون التنسيق مع المدرسة مكتب الطبي كيف يكون التنسيق مع المشفى مكتب الخدمات كيف يتعامل مع المشاريع مع المشاريع مع المشاريع نعم يعني عضو من الأعضاء يعرف مهامه وما يترتب عليه هل هذا النظام الداخلي هو اجتهاد من قرية عقربات أم كان هناك مثلا تنسيق مع مجلس محافظة أو لوقاح الوزارة الداخلية أو وزارة الإدارة المحلية عفوا عبارة عن تقاطعات يعملنا هنا وخلصنا إلى نظام داخلي جديد يخدمنا بشكل جيد وانتمدنا عليه أهم المشاريع أو أكبر المشاريع التي أشرف عليها المكتب الخدمي وحققت تقديم لأهالي قرية عقربات؟ طبعا في عنا عدة مشاريع أبدأ بالأقدم فنحن في البداية حصلنا نأمن محرك ديزل كبير ضخم لإيصال مادة الماء إلى المساكن في القرية وتمهل هذا الشيء هذا طبعا بالتعاون مع اللجنة التمكين مشكورة جدا على الخدمة التي قدمتها لأهل القرية بالإضافة إلى غاطسة تتناسب مع البئر التي حفرناها حديثا التي صار في عنا نحن مشكلة في أبار قديمة في القارية التي تتلوث يصار من وراء المخيمات ومجارين المخيمات أما الغاطسة كمان بتعاون مع منظمة اسمها People in Need في المنطقة طبعا كل هذا بتعلق في موضوع الماء خارج الماء طبعا نحن موضوع الهم كان بنعاني منه كثير ترحيل قمامة ما في عنا نحن مكبات خاصة في القرية أو القرى المجاورة فعام نضطر أحيانا نفس فريق العمل اللي وصفته البيب والإنيد عن طريق مشروع العمل مقابل مال نستطعنا أنه عن طريق استثمار آليات معينة حتى ناخد القمامة رحلة من القرية إلى أماكن بعيدة وهالموضوع هذا كما يتطلب منه أجار محروقات كبيرة طبعا نحن موضوع اللي كان عندنا له أهمية كبيرة ترحيل قمامة من القرية نحن في القرية ما في عنا مكبات خاصة في القرية أو القرى مجاورة عم نلجأ لحتى ناخد رحلة القمامة إلى أماكن بعيدة وهالأمر كما يتطلب مننا مصروف زائر فمنظمة اللي بيب والإنيد المشكورة حسنا تأمننا فريق العمل هذا عن طريق استثمار آليات بأجور بسيطة ومساعدة من الأهالين حسنا رحلة القمامة ونخلص منها الأماكن بعيدة من أجل حماية الأهالين من الضرر اللي بتراكم من وراء التراكم القمامة في القرية في عنا موضوع إصلاح الشوارع كثرة السكان والنازحين والآليات الشوارع طبعا كل نهار يتناقص من عمرك كل نهار كل نهار ففريق العمل هذا كمان عم يساعدنا عن ترميم بعض الخلل في الشوارع بإضافة إلى مجرور كمان نفس الشيء زيادة على السكان مشروع الصرف الصحي ومشروع المي كله في إصلاح رجارات وإصلاح خطوط ما يعمل تنضرب لانتش تقلتلك الآليات وانتش تزاهم عن السكان الكبير في القرية أعزائي المشاهدين فريق البرنامج تجول في قرية عقربات وأجرى استطلاعا للرأي حول الخدمات التي يقدمها المجلس المحلي لقرية عقربات نذهب إياكم على الإصلاع الذي يعده فريق البرنامج السلام عليكم الله يعطيك العافية شو بتعرف عن مجلس المحلي لقرية عقربات الخدمات اللي بيقدمها النشاطات اللي بيقومها في القرية الماي بيضخ الماي المشاريع الخدمية يعني زفت يعني بينطفوا عمال نظافة موجودين وبيوزعوا سلال إغاثية وما سلال إغاثية طيب المجلس المحلي في عنده جباية بيلمر رسوم معينة من المحلات أو من الأهالي ما في بس اشتراك الماي 1500 ليرة بالشهر وشنون هون عندكم وضع الماي ممتاز يعني بالنسبة لها غير ضيعة ممتاز الحمد الله عندكم سمعت أنه في مجرور المخيمات عم يقلب على الآبار تلوّس هاي المشكلة الوحيدة اللي بيعاني المجلس يعني القرية كلها يعني شكل عام مجلس ومجلس أوجد حلول لهذا الموضوع؟ يعني السنة الماضية أوجدوا حلول يمكن مع تمكين بس يعني نفس الشي لأنه ما في الصرف الصحي كله عبيجي على المجرور نفسه طيب شو هو الحل برأيك؟ الله يعلم يعني صعب يوجد حل مدام أنه يعني المجرور كله تبع المخيمات عبيجي على الويدي طيب شلون نسبة رضاك عن عمل المجلس؟ الحمد لله ممتاز الحمد لله تقييمك للمجلس ممتاز؟ ايه الحمد لله ما عنده امكانيات طاول يعني بالنسبة للمكانيات ممتاز الحمد لله طيب أنت بتشوف في شي ضعف بالتواصل مع المنظمات مع الجهات الداعمة؟ هلا بالنسبة للمنظمات يعني ما في يعني لازم يكون في شغل أكتر مع المجلس وأنه ضيعة لازم تتخدم أكتر يعني الله يعطيك العافية الله يعطيك أهلا وسهلا شو بتعرف عن مجلس المحلي بقرية عقربات؟ المجلس المحلي بقرية عقربات عم بيقوم بتقديم عدة خدمات أهم المي بقيمة رمزية بالشهر شهريا بيضخوا مي للضيعا على الثالث والرابع المي بالنسبة للنظافة بيقوموا بالنظافة بالاسبوع بالموامرتين من الشوارع بالنسبة للخبز حاولي وكان الخبز عم نظمة مبولينية تعطينا لمدة سنة خبز مجاني حاليا نوقفوه ويعني فيه إشو بالدعاو مع المنظمة تلق فيه مشروع صرف صحي بدو ينفذوه بأحد الشاحياء السلام عليكم الله يعطيك العافية شو بتعرف عن المجلس المحلي لقرية عقربات والنشاطات اللي بيقدمها في القرية في الخدمات اللي بيقدمها للأهالي؟ العام المجلس عقرباته اليوم خدمي صاير بعيداً ما عنده عقابة مثل زاتية وكادر تدريبي متميز يعني تشلوه عنده مستعميل الخدمات للقرية هي الأولويات اللي عنده شو هي الخدمات اللي بيقدمها؟ هلأ المي بصلوا ميلة البيت كل بيت ببيته مثل تشغيل الغاطسة تحت هلأ أمور هاي مجانية أم مأجورة؟ مأجورة مأجورة أداش رسمي؟ حوالي الف خمسمية الف ليرة الف ليرة كل بيت بيطلع عليه وعنده هلأ الإغاثة مهتم فيها شوي يعني بس بالنسبة للأمور الإدارية شوي ضعيف فيها شو هو السبب؟ وين بتشوف الضعف؟ ما في بنقص الخبرة كتير يعني ما عنده هالخبرة الكافية يطور حاله بيصير عنده مكاتب تعليمية ومكاتب مثلا مالية ومدارة هلأ المجلس فيه ومكاتب تعليمية فيه ومكاتب مكتب لتفعيل ما في عنده تفعيل نسبة التفعيل ما فيه في ضعف بالإدارة؟ ضعف كبير شغال؟ السلام عليكم نحن نحن الله يعطيك العافية عمي انت مسكان قرية عقربات؟ نعم شوف شلون بتشوف الخدمات اللي بيقدمها المجلس المحلي لقرية عقربات؟ والله يعني انا ما اشوف يعني زين تمام يعني كل شي يعني الحمد لله يعني الجماعة ما يقصرون عن شي يعني ابدا انت من سكان القرية؟ ايه هون انا ايس اكون هين في عقرباتي انت من سكان الاصليين؟ لا لا من الدين انا بس هون مستعجل نازح هون ايه مستعجل شو بيقدم لك المجلس كونك انه انت نازح في هالقرية؟ والله يقدمون شغلات يعني خوبز غير يعني ما يقصرون يعني ابدا يعني شايف شون اللي يقدرون عليه ما يقصرون عليه يعني الجماعة ما يسندون شي يعني نعم كيف بتشوف عمل المجلس هل انت راضي عن عمل المجلس؟ ايه زين حيلي ما في عليهم اي شي ان كان ابدا الجماعة بالنسبة لموضوع الاغاسي كل امتى بتاخد اغاسي؟ يعني كل شهر يعني كل شهر الجماعة يوزعون يعني تجي يوزعون للعالم الله يعويك عمي اهنا الله يسلمك نعود اياكم عزيزي المشاهدين لكي استكمال فقرات الحلقة ومناقشة استطلاع الرأي الذي اجره الفريق البرنامج سيد عبدالله المواطنين بشكل عام هناك شبه رضا عن ادائكم بعض المستطلع عراوهم ذكر ان هناك في ضعف الجانب الاداري او التنظيمي لعمل المجلس ما هو اه رأيكم او اه ماذا تجيبون؟ والله يعني الكمال لله لا شك نحن يعني نبذل ما في وصعنا من اجل تحسين الاداء ان شاء الله والدورات اللي عم نخضعها حاليا وفيها لقدم طالبين نحن بدورات في المجال المالي نعم في المجال الاداري لتحسين اداء عناصرنا ان شاء الله بيكون في احسن اذا هناك يعني انتم تقررون ان هناك احتياجات تحتاجوا ان يطورها فريق المجلس لتلافي هذه التطوير الجانب الاداري والتنظيمي لعمل المجلس العمل الاغاسي في قريطة حاليا ذكرنا ذكر احد المواطنين ان هناك الان تجربة جديدة في العمل الاغاسي حبا ازاي تشرح عليها موضوع الدفاتر والايصالات التجربة الجديدة ناجحة جدا كانت بالبداية كان يأتينا سلات غزائية السلات الغزائية تحوي احيانا المواد يعني نحسن من قول غير جيدة يجينا مثلا ارز غير جيد يجينا مثلا علز غير جيد فكان في احيانا تذمر من اهل القرية باتجاه هذه المواد الغير جيدة الفكرة جيدة اللي طلعت فيها المنظمة حاليا توزيع قسائم دفاتر كل دفتر فيه ثلاثين قسيمة يقنت القسيمة اثمانمائة ليراسوري نعم يستطيع المواطن من خلال هذه القسيمة ان يشتري مواد غذائية من اي يعني لحوم فروج مواد غذائية مختلفة يعني يقطع هذه القسيمة ويدفع يدفع على السمان او القصاب او الاخره فهذه الموضوع يعني حسن الموضوع الاداء بالنسبة للسلل بشكل جيد وبعدين الحركة اللي صارت بالقرية عند السماني السمانين كلهم اضطروا الى زيادة عدد او زيادة كمية البضائع الموجودة عندهم في المحلات وصار في حركة لحظناها حركة جيدة جدا في القرية نتيجة هذا الموضوع فنحن فعلا نشكر المنظمة على هذا التغيير من سلل الى قسائم كاية العملية جيدة جدا وناجحة اذا هي على الشقين شق المواطن اصبح يختار ما يشتري ماذا يريد ودعم الحركة الاقتصادية في القرية تمام تمام منزومة طلقتها تجربة هل الشهر هذا الاول شهر يعني اول قسائم اول دفتر يوزع هذا الشهر اذا هي في البدايات نعم بس في ارتياح كبير في ارتياح كبير من اهل القرية جميل جميل لهذا الامر سيد سيد احمد في الاستطلاع الرأي تم ذكر وحضرتك ذكرت سابقا موضوع التلوس تلوس للابار ماذا يحدث في هذا الشق ما هي حقيقة هذا التلوس وما هي الاجراءات المتخزة من قبلكم طبعا استاذ علي نحن ابار للقرية اللي عبت مد الشبكة في الماء للأهالي نعم بمحازات عن مجرى وادي شمال القرية مجرى وادي بمحازات الوادي نعم نتيجة النزوح السكاية من القصف الهمجي والحاملات الضرب والقصف يعني اللي ايجا على والتراكم على الاهالي في منطف ادلب او حلب او حماء او خمص نازل طرت النزوح الى المناطق البعيدة عن القصف والضرب نعم فصار في حول المجرى يعني انشاء مخيمات بعداد هائلة جدا 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 ضمن قرية عقربات طبعا ما ضمن قرية عقربات في محيط قرية عقربات نعم مخيمات ولا في مجارير ولا في ايشي والامور كانت سليم تمام مية في المية هالمجرور هذا ادى الى تلوس مياه الابار الموجودة على طرف مسيل الوادي نعم هالموضوع هذا شكل عنا مشكلة كتير كبيرة حاولنا بشتى الوسائل نخاطب القائمين على مخيمات دون جدوى مخاطب المنظمات اللي عم تدعم المخيمات ادارة وغير ادارة كمان ما لقينا نتيجة نحن كان في عنا حل واحد بالنسبة للقرية انه تحويل مجرى صرف الصحي من بدايته لنهايته عن طريق صرف صحي نظامي اللي هو قوقات يعني حتى بعد عن مجرى الوادي او ضمن الوادي ما في مشكلة يعني بس يكون ضمن قوقات نظامية لما كان بعيد حتى نحن نمنع التلوس عن بير القرية كم بقر التلوس حاليا في عقربات بيرين وكم بقر قائم على العمل حاليا فقط بير واحد حفرنا طبعا البير هذا حفرنا بعد ما حسنا في المشكلة اللي صارت طبعا تم حفر البير بمساهمة جماعية من اهل القرية فقط نرجع لأي منظم او اي مساعدة من عنصر خارجي فقط اهل القرية تبرعوا بامكانيته المادية المحدودة لحتى حسنا نحفر هالبير هذا هل هناك احتمال ان يلوص ايضا طبعا اكيد طب ما هي الحلول الحلول عم نخاطب حاليا كمجلس اللي كان يعني ضعيفة نعم فما انه حل الا فقط نخاطب منظمات حتى يمكن نعمل محطة ضخمة اياه جديدة في مكان بعيد عن التلوث طيب سيدة عبدالله مستوى التنسيق بين المجلس والمكونات الفاعلة سواء العسكرية او القضائية او الامنية هل هناك آلية تواصل مكتب ارتباط او هل هناك تواصل هناك اجتماعات بحمد الله التنسيق قائم وجيد والحمد لله رب العالمين واي يعني اخ من الفصائل اذا كان في عنده مشكلة او كذا ممكن يدخل على المجلس بيطرح مشكلته نعم ونحن بالمقابل اذا لزمنا من الناحية الامنية غالبا من الناحية الامنية عم نستعين بالفصائل لحماية القرية نعم من سريقات من مشاكل فهن متجاوبين جدا معنا وفعلا يقوم حاليا بحماية القرية والتنسيق قائم والحمد لله بشكل جديد هل هناك مغفر شرط لا يوجد نسعى خاليا نسعى خاليا narrator نسعى حاليا ان شاء الله الى تشكيل شرطة حرة تقوم بحماية القرية والتفرق لامور حماية القرية والسهر على راحة الامن هل هناك خطوات في الاتجاه هل هناك خطوات في الاتجاه نعم 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 قمنا بطرح مسابقة للشباب المؤهلين لهذا الم incorporating وتقدمنا مجموعة من الشباب وفحصناه يعني باختيار الأنسب منهم وان شاء الله بلك في يعني عطار في جوانب عمل مجلس الأخرى سواء مكتب التربية أو باقي المكاتب ما هو حجم النشاط ما هو حجم الأداء كم مدرسة حاليا الآن تنشط في القرية تنسيق والحمد لله قائم بشكل جيد بين المجلس أتحدث الآن عن مكاتب الأخرى في المجلس مكتب التربية في مكتب التربية وفي يعني تنسيق كبير مع المشفى يعني مشفى ضخم في القرية يقوم بالسهر على صحة المواطنين بالإضافة إلى القيام بالعمليات يعني الجرحى القادمة من المعارك وكذا فمشفى ضخم والحمد لله في اختصاصات متنوعة في تنسيق دائم بينه وبين المجلس في خصوص بأي جانب؟ بكل الجوانب في أي في ملاحظات بس أن تقدم بيقوم فعل المشفى بتلافي هذه المخارفة إذا أنتم مالسون عمل رقابي على ليس رقابي تنسيق تنسيق بشكل تنسيق المدرسة أيضا طلبنا من المدرسة تشكيل لجنة إدارية كمان نعم وندب عنصر من المدرسة يحضر اجتماعات المجلس ويقوم بالتنسيق مع المجلس فيما يخص المدرسة إذا كان في أولهم همو في أولهم مشاكل لأنه حاليا يعني يعانوا من عناء وجهد كبير المدرسة لأنه يعملوا كل الأسد يتعمل بدون رواتب حتى نعم يعني شأنه إن شأن المجلس يعملون بدون أي راتب فنحن يعني إن شاء الله بالتعاون معهم عم نقوم بتأمين بعض الحاجيات بعض الشغلات من كتب من قرطاسية من كذا هل هناك مدرسة ثانوية في عقبة عقربات؟ لا يوجد فقط مرحلة الأولى والمحلة التانية أين يتوجه أبناء عقربات؟ توجهون إلى أطمي غالبا إلى أطمي غالبا أطمي في عنا مدارس ثانوية في قرية أطمي المجاولة تبعد خمسة كيلو متر عن عقربات في هناك مدارس ثانوية يتوجهون إليها سيد أحمد يعني أكثر شيء ممكن تعد فيه أهالي عقربات في المرحلة القادمة من مشاريع أو أمور حاليا تعملون على إطلاقها والله حاليا يعني ما بخفيك أستاذ علي ضمن الإمكانية الموجودة ما في عنا فقط ممكن يعني في حاليا تنسيق مع بعض المنظمات في مشاريع صرف صحي جديد تسفيد شوارع ممكن يكون باتفاق طبعا أو تنسيق مع لجة التمكين المشكورة جدا على الخدمات القادمة في المنطقة هنا أكثر من هيك ما فيه طبعا نسيت أنا بدي أرجعنا أولا كموضوعنا في مشروع العمل المقابل ملعب طوله اهتمام منظمة يبو أنيد في عنا روضة مجلسة في القرية تابعة للمجلس كمان تابعة للمجلس ضمن مشروع العمل مقابل مال أربع أنسات ومستخدمة والمكان استقطع بأقل يعني أكثر من حوالي أربعين إلى خمسين طالب روضة وأمور روضة الحمد لله يعني ماشي حالة على أكمل وجه كيف تستجيب كمكتب خدمي لشكاوي المواطنين هل هناك سنة ضيق شكاوي هل هناك اجتماعات دورية مع الأهالي كيف يتم التواصل نحن باحتبار أنه نحن المجلس هو مشكل بالتوافق ما بين أشخاص يعني متدابين قبل عائلتهم كل هم أو كل شكوى ممكن نتقل عن طريق عضو المجلس وينطلح الموضوع في المجلس أو نحن هنا قرية صغيرة ممكن في اجتماع معيّة ممكن في باركة ممكن في جامعة ممكن كذا نتناقش في بعض الأمور المرحة والضرورية ومن نفسها مباشرة إن شاء الله حسب الإمكانية المتوفرة بين إينا سيد عبدالله أكبر تحدي تواجهنه في عملكم والله أكبر تحدي نواجهه يعني صعوب التأمين السيولي يعني عم نحتاج أحيانا إلى مبالغ من المال مثلا هلأ نحن في واقع حالي في عنا مضغتين محطتين مضغتين أو محطات تحويل يعني يعني على وشك الخروج من الخدمة فهذا الأمر نحن يعني كتير إذا هو التحدي المالي نحن كتير حاليا متضايقين من هذا المعنى ونخشى أنه في أي لحظة يعني يبركوا الناس بدون مي أو رسالة التي توجهها لهذه قرية عقربات عبر قناة حلب اليوم والله أهل عقربات أهلنا وناسنا ونحن يعني فرغنا أنفسنا وبدون أي مقابل لخدمة هؤلاء الناس وما لنا أي فضل ولا أي منية لأنه نحن أهلنا وعم نخدم أهلنا إن شاء الله ونحن ماشيين بهالخط إن شاء الله إن شاء الله تعالى إن شاء الله ونتمنى منهم أنه يكونوا عاون إلنا ومساعدين إلنا ونشكرون إن شاء الله تعالى في هذا الشق السيد أحمد هل تحتاجون مساعدة من أهلي في القيام بعملكم الخدمات وتود أن تطلبها عبر قناة حلب اليوم؟ طبعا يعني نحن في كل عمل مقوم فيه نرجع لأهل القرية لأنه الموضوع هذا بيخدمهم لأنهم بيخدمهم القرية بشكل عام فما يعني بنبنى أي مشروع أو بنطلع أي قضية في القرية إلا طبعا بتهم كل الناس فنحن دائما نكون على تواصل مع هالقرية طبعا بدي نولها الشغل نحن بقرية عقربات باسم أهل القرية بنشكر قناة حلب اليوم على هالجهد اللي بزلوه من الظروف الجوية اللي وصلوا هون وزروف المرورية كمان لوصلوا هون حتى يعملون هالرعاية والله يزيون الخير في الختام أشكركم شكر جزيل السيد عبد الله الشيخ رئيس المجلس محلي قرية عقربات أشكرك سيدي شكرا كثير لكم والله يزيكم الخير وإياك كما أشكر السيد أحمد الشيخ رئيس المكتب عد القاضي رئيس المكتب الخدمي في مجلس المحلية قرية عقربات أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة كنا وإياكم من هنا من محافظة إدلب المحررة ومن قرية عقربات في ضيافة مجلسها المحلي أشكر فريق البرنامج للسامة في إعداد وأخراج هذه الحلقة والشكر الأكبر لكم أعزائي المشاهدين هذا علي حلاق يحييكم أستودعكم الله في حفظه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة